بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفيا مع معالي فرانس وفليب شامبين وزير الابتكار والعلوم والصناعة في كندا العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وكندا وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين واستعرض الجانبان الفرص المتاحة لتنمية افاق التعاون بين البلدين في القطاعات المرتبطة بالصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار واكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الامارات وكندا والتعاون والتنسيق المستمر من اجل تعزيزها وتطوير مستويات التعاون في المجالات كافة بما يدعم جهود البلدين الصديقين لترسيخ دعائم اقتصاد معرفي متطور ومستدام من جانبه اشاد معالي فرانسوا فيليب شامبين بعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين وتقدم معاليه خلال الاتصال الهاتفي بخالص التعازي في ضحايا الهجوم الارهابي لميليشيا الحوثي الارهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الاراضي الاماراتية واعرب عن تمنياته بالشفاء العاجلي لجميع المصابين